والتحكم الكاذب ده هو عبارة عن أن أنت زي ما تيجي لطفلة أو طفلة تبقوا حد كبير شوية وبلاش يعني بلاش طفلة أو طفلة حد كبير في العمر ومشيين مثلا في عربية ولا وسيلة مواصلات ولا بتاعها ويقولك أنا عايز أعمل تقولك عايز أدخل حمام فتلاقي حد يقولك امسك نفسك يا عم ما فيش احنا مثلا في أوتوبيس وبتاع ما فيش حمام أو احنا مشيين في الطريق ما فيش حمام امسك نفسك خلاص كده تمام ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان فيه أوامر إضافية للمخ انه يدي أوامر للعضلات المسؤول عن التحكم بمزيد من الجهد ومزيد من العمل ومزيد من الانقباض علشان بنقصين نمسك نفسنا الحكاية دي بتحصل كتير قوي لنا كلنا اقولكوا شبه ايه شبه لما تبقى راكب طيارة أو راكب وفي ناس على فكرة ممكن يكون فيه حمام في الطيارة أو في القطرة أو بتاع بس يقولك انا ما بعرفش ادخل الحمام ده انا لازم ادخل حمام كده طبيعي يعني ما عرفش ادخل حمام في حاجة بتتحرك مثلا او ما عرفش ادخل حمام حتى وانا برا البيت بيشتروا حاجات وبتاعه ايه اللي بيحصل اردتك دي أو رغبتك دي المخ بيستوعبها ويبتدي المخ يرسل اشارات عصبية بالغة الدقة لجهاز التحكم العضلات وكل حاجة انك تفضل مسك نفسك عشان كده عارفين اقولكو حاجة انتو اكيد عارفينها يا ما كلنا مر علينا الموقف ده يبحد مننا مزنوق او انا قاسف يعني بستخدم الالفاظ الدارجة عشان بس ايه احنا بنتكلم من جوه البيوت يعني يبحد مزنوق او يقول لهمسك نفسك يا عم خلاص احنا قربنا نوصل اهو قدامنا بس ربع ساعة ونركن في حتة يكون فيها حمام مثلا تلاقيه بعد الربع ساعة دي بعد ما وصلنا يقول لك لأ خلاص كمل ما خلاص يعني ما تقول له ايه اللي حصل يقول لك خلاص راحت يعني انا كنت مزنوق او عين فجأة ما بقيتش مزنوق صح ولا غلط تمام ايه اللي حصل اللي حصل هنا ان الاوامر اللي المخ اداها لجهاز التحكم ده العضلات والاعصاب وبتا كانت فعالة جدا لدرجة انك فضلت ماسك نفسك تمام هذا امر يحدث ايضا للاطفال طب نيجي بقى الاطفال الصغارين اللي علمناهم بدري خلاص بيحصل حاجة شبه كده ان الطفل من كتر الضغط عليه ومن كتر ما بنقلعه للحفاظة وبنقوله وبيشوف تعبيرات وشينة وبتا يحصل له حاجة سمات تحكم الكازي بيمسك نفسه خلاص ويفضل ماسك نفسه وما يعملش غير لما احنا بقى نخليه يعمل وكتير قوي من الامهات في المرحلة دي بالذات ومسك النفس في يعني او التحكم بيبقى في التبرز اكتر كمان من التباول تمام تلاقي الاطفال دول اكتر اطفال تم استخدام لبوسي الجليسرين معاهم علشان يعملوا توالد لان بيحصل معاهم امساك فهمته قصدي يبقى ده التحكم الكاذب التحكم الكاذب ان الطفل ناخد عنه انطباع انه تحكم بعد كده اللي بيحصل للطفل ده بيحصل له ارتداد ارتداد على طول بعد كم شهر كم اسبوع بيحصل له عملية ارتداد التعليم بقى اننا نعلم الطفل بعد هذه المرحلة بيكون امر فيه منتهى الصعوب منتهى الصعوب المسألة مش عند ولا فيه حاجة يعني تخيلوا كده معايا بس لما نقول ايه ان الطفل بيتكلم في الوقت الفلاني ده بشكل عام وبالمتوسط لان كل طفل انه يتكلم ده امر يخضع للبيئة اللي هو موجود فيها وللغات اللي محاط بيها والقدرته على تطوير مهرته اللغوية والتطور حسط السمع عنده ورغبته اصلا في الكلام حوامل كتير قوي بتختلف من طفل لطفل لا ييجي حد كده يقولك لا انا ابني عنده ستة شهر انا مصر ان اخليه تكلف طب ازاي تقول لي لا انا علمت ابني الكلام وابس التوش طب ازاي ما قول لي انتوا بتقولوه ده غير قبل غير قبل للتصديق من ناحية العلمية خلاص فيبقى احنا عايزين بس ننسف هذه الاكذوبة لانها اكذوبة انا آسف الجيل الاكبر الله الذي له مني كل الاحترام والتقدير ولما بيبقى في حاجة صحة بتتعمل من حضراتكم وما اكثرها انكم بتعملوا حاجات في منتهى الدقة وتبقى صح جدا عمرنا ما بننكر ده احنا بالعكس ده احنا بنقول احنا تعلمناها منكم صح كده لكن لما يبقى في حاجة غلط لازم نقف عندها الجيل الكبير ارجوكم لا تدفعوا بناتكم وابنائكم انه هم يعلموا الاحفاد اللي هم ولادهم يعني التحكم في التبار والتبرز مبكر عن سن السنتين لان هذا امر غير مجدي وغير قابل للتطبيق ونتيجه وحشة انا عايز اقول لكم بقى نتيجة كمان الدراسات الطبية بتقول ان كل ما بداية التدريب اتأخرت اتأخرت عن السنتين يعني كل ما قربنا نحية التلات سنين ها طبعا في ناس تسمع الكلام ده دلوقتي مني تقول يا هارس ود قربنا عن التلات سنين يعني نبدأ قرب التلات سنين ايوة كل ما تقرب نحية التلات سنين كل ما النتائج اللي هتحصل عليها بتكون اسرع وافضل وفي كثير جدا من دول العالم خصوصا الدول اللي بتتماز بالاجواء الباردة زي المملكة المتحدة انجلترا زي شمال اوروبا زي مناطق كتيرة جدا في الولايات المتحدة كندا ما بيبدأوش التدريب الا بعد نهاية السنة الثالثة ما بيبدأوش تدريب الا بعد نهاية السنة الثالثة انما احنا هنا بنقول لأ احنا المناخ عندنا معتدل والدنيا ألطف والكلام ده كله فنبدأ بعد نهاية السنة الثانية ومش وما تحسبوهاش قوي فات شهر فات شهرين فالتلاتة فالخمسة فالستة المهم ان يكون ايه كسر السنتين زي ما بنقول في العمر